هنروح للأخبار والخبر الأهم عندنا هو لقاء القمة في كرة اليد غدا بإذن الله ما بين الأهل والزمال المباراة ستقام بكرة في تمام الساعة الثامنة على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى المباراة كان مقرر لها إقامتها في الساعة الرابعة ولكن لجنة المسابقات أكيد عشان يعني النقل والبس والحاجات دي كلها فهتزاع أو هتتلاعب الساعة تمانية تعرفين أن أغلب مباراة كرة اليد حتى الآن أو طول المش أغلبها طول الموسم المباراة لا تزاع وبتزاع فقط على موقع الاتحاد المصري لكرة اليد ولكن لا ندري ما السبب ولكن واضح أن الاتحاد لي مطالب معينة في البث لم تحقق حتى الآن طيب مين بيقود الجهاز الفني في النادي الأهلي طبعا كلنا عارفين مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الأسباني اللي بيقود النادي الأهلي الكلة سنوات قادمة امتداء من هذا الموسم ويمكن ده تاني لقاء قمة في وجود المدير الفني الجديد ومين بيمرن فريق النادي الزمالك الأسباني ماتيو جرالدا ده الفريق النادي الزمالك بيمرنه أيضا جهاز فني أسباني بكرة مباراة مهمة جدا النادي الأهلي شهد تحسن نسبي في الأداء الفترة اللي فات لعبة المنتخب كان خدوا راحة وانضموا ليه الفريق وبعد كده بدأنا المباريات وإحنا عندنا 12 نقطة في هذا الدور فوز على سموحة 25-23 وبعدين فوز على طرق الجيش 30-24 وبعد كده الفوز على البنك الأهلي 30-26 أما آخر ماتش فكان قدام نادي سبورتينج وفوزنا 27-26 اللي كان في اسكندرية في ملعب نادي سبورتينج بس عايزة أوضح حاجة أن مباراة بكرة مش مباراة حسم ولا حاجة مباراة بكرة مباراة مهمة أيوة مباراة يعني مهمة جدا في الترتيب ولكن لسه فيه دور تاني هيبقى من خمس مباريات مباراة بكرة مباراة مهمة فقط عشان تعرف أنت فين وأخبارك إيه مع النادي المنافس تعرفين طبعا دوري كرة اليد بيبقى زي كرة طائرة أهل زمالك ما احترامنا لكل الفرقة الأخرى طبعا يعني فيه فرقة جيدة جدا نادي طلاق الجيش نادي سموحة نادي سبورتينج هليوبلس نعم فرقة جيدة ولكن أنا بتكلم على النهاية بتبقى المنافسة ما بين الأهل والزمالك حال وحال دوري الكرة الطائرة يمكن دوري كرة السلة هو الدوري الوحيد اللي بيشهد منافسة ما بين أكتر من فريق أرباع على القمة وما تعرفش أيضا في المباراة مين ممكن يكسب مين ولكن هو دوري كرة اليد لزم حداتكم عارفين طويل ولكن ما بتحسمش إلا فيه الأدوار النهائية نتمنى كل التوفيق لفريقنا وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللعبين بكرة إن شاء الله يحسموا اللقاء بإذن الرحمن